موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره حياكم الله وأبياكم وسددني الله وإياكم على الخير والهدى ما حينا وسأله جل وعز أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن علما وتدبرا وقراءة وفقه إن أنزلناه قرآنا عربية لماذا ختم الآية لعلكم تعقلون الفرق بين أعربي وبدوي قلنا أن البدوي لا يشترط أن يكون عربيا فالله عز وجل ماذا قال عن أهل يعقوب وجاء بكم من أين؟ من البدو وهم لم ينطقوا العربية والأعربي هو الذي يحيى باليابدة بالبادية ويشترط عليه أن ينطق العربية إذن هذا هو الفرق لكن لما الله عز وجل اشترط بنزول كتابه أن يكون عربيا ثم جعل هذا الشرط في كتابه مناط العقل بمعنى لو أنك لا تعقل العربية لن تعقل ماذا؟ القرآن وهذه أكبر نعمة أن الله امتنى عليك أن جعلك عربيا بينك وبين فهم القرآن أن تفتح القرآن هذه أعظم نعمة أنت لا تشعر بها لأن عادة صاحب النعمة لا يشعر بالنعمة إلا إذا فقدها كرجل صحيح متى يشعر بنعمة الصحة؟ إذا ابتلاه الله بالمرض كرجل عنده ولد متى يشعر بنعمة الولد؟ إذا فقد الولد فأنت لأنك عربي لا تشعر بنعمة أن تكون عربيا بينك وبين كتاب الله أن تفتح فقط القرآن وتنظر بإعجازه لكن الله لما قال لعلكم تعقلون عقل الأمر بلغة العرب بمعنى أدركه وبمعنى أحكمه والله سمى العقل عدة أسماء تارة يقول لأولي إيه؟ الألباب وتارة لأولي إنها وتارة تعقلون